التقى الفريق أول عبد المجيد ساقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة التقى الفريق أول عبد المجيد ساقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال القوات المسلحة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية بكافة أسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور كما وجه التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والفريق أسامى عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على ما قدموه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة مؤكدا أن رجال القوات المسلحة سيواصلون تضحية بكل غال ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وأن القوات المسلحة هي المدرسة العليا للوطنية وهي الحامل عرين هذه الأمة ورجالها هم خير شباب مصر مضيفا أن القوات المسلحة ماضية بكل عزم وإصرار في بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات لامتلاك قوة راضعة لحماية السلام في ظل ما تموج به المنطقة من صراعات وتحديات مشيرا إلى مساهمة القوات المسلحة في التنمية الشاملة للدولة وبناء مقاومات الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم والتعاون مع كافة أجهزة الدولة في استمرار تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية وفي نهاية اللقاء أكد الفريق أول عبد المجيد صقر على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعي للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها والارتقاء بالمستوى المهري والبدني للفرض المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف